اشتركوا في القناة مرحبا بك مرحبا الأخ صحيب إن شاء الله ننفيده في الحصة هذه طبعا هي ليست المرة الأولى التي تكون فيها ضيفا معنا وإن شاء الله لا تكون أخيرة إن شاء الله طبعا على يمين المتألق الصحفي الرياضي طارق بغراب مرحبا بك طارق مسأل خير صحيب مسأل خير الشيخ لعشمي مسأل خير لكم المشاهدي انتر نيوز طبعا سنناقش العديد من القضايا تخص الكرة القدم الجزائرية خاصة طبعا والبداية ستكون بالحدث والحدث اليوم هو قائمة بيتكوفيتش إذن الناخب الوطني بيتكوفيتش فلاديمير قام اليوم بعقد ندوة صحفية قام من خلالها بلكشف على قائمة تربص شهر أكتوبر طبعا سؤالي الأول للمدرب الهاشمي غويلم نظرة عامة بالنسبة إلى القائمة كيفش يشوف المدرب الهاشمي غويلم قائمة بيتكوفيتش لشهر أكتوبر بسم الله أحمن رحيب بصفة عامة أخصويب نشوف القائمة تقريبا كل اللعبين كان استدعاهم ما عدا نقول الحارس بوحلفية واللعب ماذا اللعب اللي اللعب في ألمانيا نظن المدرب هو أدرا بهذه القائمة والأهداف المسطرة ليه ويبحث من خلال نقول كيفش شفت القائمة يعني بشكل عام قلينا رح نروح للتفاصيل ولكن بشكل عام هل هي قائمة منطقية قائمة مفاجئة قائمة كيفش كمدرب كيفش استقبلت بنظرة عامة هذه القائمة صفة عامة نقول منطقية ولكن نقوله تساؤلات نتمنى كل واحد عنده تمني ولكن آخر كلمة تبقى للناخب أو للمدرب ولكن أنا تفضلت لو كان كما نقول في القائمة اللعبين اللي برسون ونقوله مثل شيبي وباللومي صفة عامة طبعا سنتطرق إلى شيبي وباللومي نفس السؤال تقريبا كيفش شفت القائمة لضم فيها 26 لعامة الله ممكن ما نتقدرش نتحدث من الجانب تقني باعتبار توجد مدرب معنا ولكن كنظرة أولية بعد آخر للقائمة وطرح لتساؤلات أخرى في غياب شيبي وغياب يوسف بالليلي تواصل غياب بشر باللومي والآن يبعد حارسان وكجا لعاد من الاعتزال للمنتخب الوطني الجزائري والحارس الأساسي للمنتخب الوطني الجزائري موندريا نحن تطرح تساؤلات حول ماذا يتواجد داخل بيت المنتخب أنا لا نتهم بيكوفيتش أو لعبين ولكن الأكيد أنه هذا القرار كان ممكن فيه هناك خلفية أخرى داخل المنتخب الوطني الجزائري وبيتكوفيتش يتحمل مسؤولية القائمة بالنسبة للحراس خلونا نبدأ بالحراس والدفاع ثم الوسط ثم الهجوم بالنسبة لحراس المرمى بيتكوفيتش اليوم في ندوته الصحفية التي جارت قبل لحظات فقط قال بأنه لم يستدعي مندريا لأسباب عائلية أوكشدا لم يستدعيه لأنه لا يلعب كثيرا مع فريقه وبتالي استدعى بن بوط وقندوز ولأول مرة في القائمة بوحي الفايا أنا أظن أن تبريرات تبريرات هذه كنا قادرين نسمعها مثلا في تواجد يوسف عطال في المرة الماضية بوداوي كذلك وغياب أسماء تشارك بانتظام في تفريقها منذ رياه يبقى حاسس أساسي على المنتخب الوطني الجزائري منذ رحيل رئيس وهاب بن بلحي ونتحدث على أوكشدا اللي عاد من الاعتزال هنا يطرح التساؤل حول سبب غياب الحارسين نظن أنه فيها أبعاد أخرى بعيدا ولم يشارك في أي لقاء المرة الماضية أوكشدا لم يشارك في أي لقاء أبك لأنه في أمر 40 سنة ولم عندوش 21 و22 سنة عاد من الاعتزال لما يعود حارس من الاعتزال وانتات تضمه في القائمة هنا تتق في إمكانيتي وتحتاج الخبرة دياله غيابها التنائي نظن أنه عندها نفس الأبعاد ممكن لغيابها الشيئ وش رأيك في كلام طارق يقول بأنه منطق تفضل وقال طارق تساؤل تبقى مطروحة ما على المدر خلينا نبقى في النقطة تعقوكشدا يعني هو كربوس الماضي لم يلعب ولا دقيقة وعاد من الاعتزال الأخ سويب وش قال طارق كلام في محل تساؤل تبقى ما ندخلش في أمور تقنية هو أدر كما نقول أهل مكة أدر بشعابها المدرب ولكن تبقى تساؤلات علاش لعافلاني استودعية نظرا للوضعية التي تعلقات من قبل كما قال كان حبس كما نقول عود استودعية تبقى تساؤلات مطروحة من حق أي نقول نحن مدربين لأي براتو تحديلي يوضع تساؤلات أو أسئلة ومعلاء المدرب إلا نقول الأجوبة التي ستجعلنا يطمئن كما نقول المشاهد الجزائري أو الصحفي أو المدرب نظن في محل وطرح محل طرق تطرق إلى نقطة مهمة هي عدم تواجد يوسف عطان طبعا يوسف عطان بسبب الإسابة برناع حسين هذا ليس قسم الإمكانية المتواجد في المنتخب الوطني الجزائري بالإضافة إلى غياب زغبة الذي كان عنصر مهم في كل قوائم المدربين الذين يتعاقبوا المنتخب الوطني الجزائري لا يمكن إنقاذ من هذه التولات نظن أنه بدأ يتحكم في زمام الأمور من أحد الجوانب التي كانت غائبة في المويد الأخ صحيح بشأن تدخل بسيط نظن من حتى الناخ الوطني من حقه يشوف هذالث البنبوت وبلح الفايا وقندوز يشوف أمامه في الملعب الميدان كل مدرب حر حتى يأخذ نظرة وعنده القائمة الأولية متر أوكيجيا ومنظر إلى نظن وحتى زغبة يلعب ونظن من حقه يشوف مدام عندنا ثلاث حراس عنده مقابلات ونظن واحد حراس يلعب ويشوف عنده حكم عنده الاختيار ثم يبني عليها نعطي معلومة ممكن نعطي أكسكوب بالله سيتم الاعتماد على قندوز كالحريس أساسي المواجهة سوف نطرح له نفس السؤال سوف نقول لا ترى مغامرة من الناخب الوطني بيتكوبيش عندما استدعي ثلاث حراس ولا مرة كانوا أساسيين في المتخب الوطني بجزائل بوحالفايا أول استدعاء بمبوط رغم أنه كان يستدعي ولكن لم يلعب ولا دقيقة مع المتخب الوطني وقندوز رأينا فقط مع المتخب المحلي قبل سنتين نظن أنا نقول نولي نولي قندوز كنا نتكلم على قندوز مع فريق مسؤولين وكما نقول محبين شباب الوزداد ثمانية تكون قندوز بقى في شباب الوزداد وما كانش هذا المجيء رئيس بوحالفايا لأنه كان في مين حدا تصاعدين كان في الفريق المحلي وين لعب نيائي نظن وين نقدم موسم جيد مهما تكون كما نقول الطبعة على قندوز وين ما يتقبلش هذا من حقه نظن باللي حان الوقت تفضلت وقتلي أول مرة أول مرة يقدر أختار كما نقول نحن يترتق لا نتكلم على ثلاث حراس هو ثلاث حراس أنت كمدرب هل هذا الشي عادي أنا لي ما فيش مشكل مدام نحن نشوفوهم لأنهم يلعبوا يلعبوا شفناهم في نادي رياضي قسمتني بوحد في وقت من قبل بنبو شفناه لعب حتى من كاس الكاف معدى عنده عنده ما فيش أشياء كما نقول نحن غريبة ولا حتى مع المنتخب يقدر يلعب بصيفة عادية إذن ما فيش مشكل أنا ما فيش مشكل الاستدعاء لأول مرة عندك نفس الرأي أنا ما عندش نفس الرأي لأنه إفريقيا رح نلابه خارج مع طوغو نعم مع طوغو خارج الأجواء الإفريقية ممكن يعرفها شيخ أجواء إفريقية تلتحوا الراس ما عندهمش تلك الخبرة مع المنتخب الوطني الجزائري وممكن عندهم الكفاءة لكن الخبرة مع المنتخب الوطني الجزائري تختلف عن الخبرة مع الفرق كان الصورة هذه ذات بحاجة الممكن إلى حرس ماتمرس وعنده خبرة مع المنتخب الوطني الجزائري في تسيير بعض الوضعيات لأنه شفنا في العديد من اللقاءات كان حراس مرمى يكون عندهم الخبرة تكونوا يجPR Cyssa يكونون الأساسيين نظن أنه كان من أجدر差不多 كانت مفاجأة بحلفية مفاجأة لا لا نتكلم على حراس المرمى استدعاء ثلاثي هذا كان مفاجأة كبيرة في القائمة بشكل عام كانت تقدر ما تكونش مفاجأة لو تواجد واحد فيهم ماندرياء أو أوكيجة أو حتى زغبة تحس كان لكيليب أو زغبة تحس بلكين هناك نوعا ما من التوزن في حراس المرمى الآن إن شاء الله نتمنى وفي ثلاثة عندهم الفوتنسيال هذه دروة غارديا وقليل قالاشونس إن شاء الله يكون في المستوى ما هو البديل يكون نحن نقوله باللي ما تمنينا بشكله هو البديل مثلا نور ما فهم أنا قد تمنيت على الأقل أوكيجة ما شيء كأساسية على الأقل يلون كادر هاد لي دوء غارديانيح يكونوا على الأقل خارج الميدان وتعلى باك في اللي يتدور تالي الحراس الكبار خاصة في حراس المرمى الهارس يكون عنده خبرة ويكون كبير في الأعمار إلاد الإكسبريونس والتامرس في إفريقيا يقدر ممكن يعاون حراس ليكونوا أساسيين في تعامل مع بعض الوضعيات يبقى يبقى راي يبقى راي يبقى راي كلنا بالفعل أخطارك لا لا بالفعل ربما هناك من يرى زغبة مثلا يستحق التواجد في الثولة فيه نظن البداية على الزغبة المحتشمة شوية وليخلى حتى وين جبد ضربة الجزاء نظن النخب الوطني حسب رائية نقل رايي نقل حبي يشوف هذا في وضعيات منافسات إفريقية والقادم ما يعلم إلا الله وش راه يبني لأنه نقول نحن نظرة على المدرب كيف سرح يبنيها نظن هذه نظرة على المدرب حسب بقائد مسبق嗎 نظن الثاني رايو بدون وحلفا بدون وحلفاء بدون وهم بدون ودخل المدرب ممكن قرار منتخب تحديد المدرب ويسحق مرة ب الحال بدون وقت بدون ونغرب بدون ومن تلك اللعبة بعد قام تتركيب لذلك يمكن أن نرى هذه النظرات تغنية وحتى الثلاثي عنده خبرة إفريقية مع نواديهم وليس من المتقب وحتى بوحلفية شفلة وحلفية تلت لقاءات فقط لا تعتبر أي خبرة تعتبر مشاركة لعبهم في مقارنة ببنبوت لحاجة لك أسل كاف وغندوز لأربعة مشاركة مع رابطة إفريقية طبعا نغلق ملف حراس المرمى راحوا لخط الدفاع ودفاع اليوم شفنا تواجد رضواني رضواني هذا الاسم الذي دائما ما يتم تداوله من اللعبين المحليين مميزين في البطولة الجزائرية كظاهر أيمن بيتكوفيش قال في ندوته الصحفية أنه غياب عطال بسبب الإصافة وقال بأننا نأسف لإصابة عطال قال هو الذي سامح لنا باستدعاء رضوان بالفعل أخ الصهيب نظن حتى النخب الوطني نقول لك عنده تنويات نقول لفريون تاكتيك حتى نشوفوا إذا نعودوا نربطوها مع خط الواصل نشوفوا إلا الأربعة لعابين أربعة لعابين كلهم نقولوا إحنا يا لعب الوسط دفاعيين كمانا مسترجعين كثرتها زورغان زروقي نشوفوا بوداوي إلا يقدر يروح لأخير ولكن يقدر كما نقول إحنا اللعابين هنا لي باريونت رضواني يلاعب رواق من يقدر أي تنوي يلاعب رواق هجامل يلاعب رواق فرسي توباي يلاعب رواق بن سبعين يلاعب لعب رواق ماندي يلاعب رواق لا معنا عنده لي باريونت اللي يقدر يلاعب بهم هو وفلسفة عن المدرب نظن باللي هو يحب يلاعب كما نقولوا يروح للأمام حسب الآخر الشي ونشفنا ثلاثة ثلاثة ربعة ثلاثة ربعة حتى شفنا ما اندي يدخل لأنه حاليا وطارق وما يخفى لكمش باللي تقسيم الملعب إلى خمس رواقات الرواق الخارجي ورواق داخلي زائد للأغم الناس إذا حبينا وخصوصا كي نلعبوا الهجوم عندما نلعبوا الهجوم نستعملوا كعلي كاس كما نقولوا حنا الخانات باللغة كما نقولوا الدرجة على الفوتبول يستعملوا الخانات كل الخانة عندها المهمة على اللعاب باش يطلع يقتل يلعب الهجوم ماشي كما تكون في الحالة الدفاعية حالة الدفاعية في الانزلاقات حنا نقولوا تغلق المركاج والكوفيرتور ولكن باش تبني وكورة القادم حناية أهم شي باش تربح لزم تمركي الأهداف ما أصعب شي حنا نقولوا الهجوم أصعب من الأخر لأنها تبحث على الإبداع كي باش توصل كي باش تديزي كي لبري كي باش للعابين نظن باللي حسب العدد لعابين ووجود كما قلنا نحن ردواني يحسن اللعب في الرواق وكما تفضلت وقلت ونخلي الأخ طارق يزيد يعطينا ربما نعم طبعا نتكلمت على ظاهر الأيمن على ردواني في مكان عالطال شفنا فارسي في المقابلة الماضية وكما تفضل المدرب ربما بيتكوفيش سيعتمد على نفس الطريقة التي لعب بها أمام ليبريا كما شرح من المدرب توجد يعني لعبين بنفس بروفايل أو نفس الخصائص على غير ارتوبة حجام فارسي ردواني انت كمتابع للمتخب الوطني وش رأيك في هذه الطريقة في الأجواء الإفريقية هل ممكن روحوا بها بعيد مثلا؟ كمتابع للمتخب الوطني الجزائري؟ حسن توظيف اللاعبين ربما نرى المباراة الماضية الوطنسيال الذي لديك سوافك توجد بن سبعيني وعيسام ماندي اللي هاتتوناء لما يلعب في واحده وفي قلب الدفاع ربما نرى العديد من التغارات بسكولي دو صنفورمي كومديزاريار بن سبعيني تكون كظاهر أيصر وصانع اللعب ماندي تكون كظاهر أيمن في رمز كينان ديزي كيليبر كان كيبار في قلب دفاع المتخب الوطني الجزائري استعمل المدافع الثالث ليه هو توكاي ومنح الحرية التي تنائف في اللقاء الماضي وينشفنا بن سبعيني أصبح أظاهر أيصر حجام دخلك إيلي يقوش ماندي يطلع كأظاهر أيمن وينفرسي ولا فلاني ماشيون شبونس كبالنظر للمنظومة الدفاعية اللي كانت في المتخب الوطني الجزائري اللي كانت هشة وضعيفة وتواجب تلك الأسماء نظن هو الحل الأمثل في الوقت الراهن حتى نكسبه المتخب الوطني يعود يكسب قلبي دفاع في المستوى ردواني منذ موسمين يستحق التفاته من المتخب الوطني الجزائري صراحة يجيب القول ردواني منذ نهائي كاس الكافة والموسو اللي قدمه مع عبدالحق بن شيخة الموسم الماضي يعتبر أحسن ظاهر أيمن في البطولة الوطنية الجزائرية وبيضي رجع أقل كأن رضا حليمية تعمل ديزي الجزائر هذا كين ردواني يستحق أنا تتكلمت عليه صافي دوز أمر مامو يكون في المدخب الوطني الجزائري لما تعرض يشفع طالق إصابات ولما عقبا من طرفنا دينيس الأمريكي الحق الآن لردواني المستوى اللي قدمه فرسي في اللقاء الماضي ممكن ما حشي شوفه في اللقاء القادم الطوقه أقوية بدنيا تختلف اللقاءات وتختلف المنظمة لحيش يلعب بها بيتكوفيج طبعا تكلمت على خطة الوسط يعني تكلمت على زروقي قندوسي بوداوي زرقان وقلت أنهم يملكون نزعة دفاعية ولهذا نقول لك شوف بعد كما نقوله الغربة بعد معرفة المجموعة بيتكوفيج ولهذا نقول لك أنا يوم زيت وش قال طارق على ردواني شفناها ما من الأمس نفتحها قوس منها شبتها في الجزائر جابها ردواني في كاس الكاف جاب ردواني ما عندها حتى إذا ما يكونش عندك وصل الميدان لمبدع أو لوصل الميدان لحالين نقوله ليروغ ليروح ليحلك التغارات فهمتني أخ صغير المدافع اللي عاود يجي وردواني يحسن هذا وسبن السبعيني يحسن حتى توبة شفناه وإن ما نقبل وشفنا توبة وإن لعبنا ندل كاميرون وإن الهدف وإن جاء الله أخر لما عندها لعبين تعريوها لأنه يكون كل شيء مغلو نتعلمون نلعبوه في الهجوم المنتظم وهذا اللي عندنا مشكل في القرى الجزائرية ما نعرفوش نلعبوه في هذا السيستام نعرفو نلعبوه الهجوم المعاكس الهجوم السريع ونرحو نلعبوه ونجريوه نحن الوقت لأنه هذا هو المستويات العالية ونشوفوا المستويات العالية شفنا آخر كما قولوا في كاس أوروبا الأخيرة لما نهدفش تجو كاربخال عن طريقه بالرأس نشوفوا اللعابين يروحوا كي تكون مغلوق اللعاب إلى وقت لأننا في الحالة الهجومية نقولوا نعرضوا اللعب حتى من الخط لتماس لأننا تلعب بالعرض أولا يسميها تجاهد وكي تجاعد لازم لكي لعابين تعريقوا يحسينيون واللعاب ليكون وحالنا راح نشوفوا بالليد خلبوا عناني والأخر اللعاب ليقدر يروح كيما قولوا في كورت ليد نفس الشي يلعبوا مع له يدخلوا يوليوا ثلاثة أو أربعة ومجمة ضد اللي راحين يتبتوا المدافعين باش يتبتوا المدافعين اللي راحين يلعبوهما يغلقوا لازمنا اللعابين تعالى الأرويقة ونظن كيما تكلم تارك وتكلم تصوهيب وردواني يستحق دار عام من قبل واللعابين وهذه هي الفلسفة نظن تعبيتكوفيج اللي خلاته يستدعي إلا ربعة تعاوسة الميدان نظن بوداوي ولا بيتكوفيج لم يستدعي لاعب مهم جدا وكثرة الحديث عليه هو فارش الشايبي فارش الشايبي اللي أصبح لغز في المنتخب الوطني وعدم استدعائه اليوم طرح السؤال على بيتكوفيج مرة أخرى عن فارش الشايبي وقال بيتكوفيج أن شايبي لاعب مهم لكنه لم نستطع يعني لم نستطع إيجاد مكان له داخل المجموعة وقال وأضاف قال أنه ليس بمتوسط ميدان صريح وليس بمهاجم صريح ما رأيك أنت كتقاني ما رأيك في هذا الكلام هذا ما يؤكد الكلام لأننا نقوله فيه وقال لك ما رأيك مهاجم ما رأيك بسمي مهاجم مع أنت ما صاب المكان الذي يرى يبحث عليه المدرب وقال لماذا يبحث المدرب تكلمنا وقبل كل خانة نستعمل كل مساحة من الملعب عرضيا وكما نقوله في العمق نحتاجها وقال لم يصاب اللعب كما نقوله وين يوضعه وحسب هذا الناخب نتكلمه على شايبي نضم كل ناخب لكل مدرب عنده افكاره وعنده كيف يبنيها نظن حسب نظن على الولي هذا ما استدعاش أنا نقول يبقى ما تكلمنا شايبي يبقى لأي مدرب ولي عنصر مهم وكما نقوله الوضعية التيعه هي اللي رحو يلعب كما نقوله في طارق في فرنكفورت ما نشغيب عنده عنده لعاب يلعب ما شي هكذا ولكن اختيارات عن الناخب الوطني هو شف لم يستدعيش طرق عنك إضافة فيما يخص عدم استدعاء الشيبي ليس هناك توزن عندنا ثلاث لاب عندنا ربع لاب في وسط الميدان واحد منهم يساري ثلاثة يلعب باليمين واحد فيهم غايب عن المنافسة وأصيب في فترة المنتخب الوطني الجزائري في الفترة الماضية واحد غايب عن المنافسة نظن أن التونائية التي ستقود في وسط الميدان هي زروق زرقان فيما يخص فالشيبي فالشيبي شوف الوصط جليفت جاب بتشكيله وبعد المباراة الثانية بد تغير تاكتيك دو جو بالنظر للغيابات الكثيرة التي صرت بالإصابة عوار وبنسم نعم نظن أنت وجد فالشيبي شوف رأيي الشخصية الاختباء وراء عذر أنه ما قال وش ما كان أنا مزان ما تخش في عقلي وأنا أصير على أنه هناك خلفيات بعيد عن كرة القدم في إبعاد فالشيبي وسيتوصل إبعاد سعيود هو نفس العذر الذي قدم جمال بالماضي في عدم استداء سعيود شوف ما نحكو على المدرب الآن تحتو لابيت كوفيتش ورح بالماضي بالماضي السيستم كان باين منذ المنتخب الوطني الجزائري المنتخب يلعب للجو دير الترانسيشن رابيد رابيد كان يعتمد اللعبين زوج أجنيحة رياض محرز الجال يمنا فرصة في ثانيا تقول لي أنه لم يكن منصب للاعب بيان فورمي ولاعب في انتراخت فرنكفورت واحد أبرز المواهب شابه في فرنسا قبل موسمين هنا يقول هل لاعب يتكون هنا في البوط الجزائري لاعب ثمانية لا يمكن لعب عجرة ولا يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري يلعب إلغوش لعب صانع ألعب لعب ريليور لعب دوزيان مليوتيرا في ريكوبراسيون أنا لا أريد أن نتخب وراء هذه الأشياء كان أمور 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 قال قال لا تحكول لا تحكول على فرشيبي حتى نصدع تم منذ لحظات فقط قلت ربما هذو الحراس هم اللي ولموا طريقة لعبة متخب خلفية خلفية طريقة لعبة خلفية الحراس قدرت تختبئ لأنه كان تم الاعتماد على منظري نحكو على فرشيبي الذي غيبة أنا عايي جيدا ما أقول غيبة عن كل طرب بوساط المنتخب الوطني الجزائري منذ شهر مارس منذ الدورة الويدية إلى حد الآن لأسباب تبقى مطروحة مانتخب وراء الأعذار التكتيكية ومعندوش مكان ناس فورمي في تولوز ناس نطلب محاجة فورمي في تونس ما تفورمش في مدارس الجزائرية اللي يلعب أريار دروة يبقى أريار دروة دوك ما هذا الفوتبول بين أم بلوس أنت إذن أنت تقول أنه غياب شيبي بأسباب غير رياضية نعم عبدالقهار قادري دوك شو كينا يلعبين شباب عندي تواصل معهم تدفو صغير يساكري في بلا كاريار تاعة واثنين عشرين يتغرب ويرح يلعب في أوروبا باش الهدف يلعب في المنتخب الوطني في قمة مستويت ومستويت وما يلعب في المنتخب كانوا يدرونها صراحة باش هاد اللعبين ما يخموش في المنتخب ينحو المصلحة الرياضية ويرح يلعبوا في الخالج يدروا دراهمهم ويدروا تاوي الفعمر اللي حد الآن لازم يلفواتر ديرك انتا ما سحقوش في المنتخب الفواتر ديرك نعم يبقى بالفعل يبقى احنا تكلمنا قلنا في البداية لعدم وجود استدعاء باللومي والشايبي علامة استفهام فيما يخص الشايبي نفس الطرح كما قال طارق يبقى عدم استدعاء واشياء نجهلوها احنا يا لان الجواب يعطيهنا النخب الوطني ممكن نعطيك معلوم ممكن توضيحات ما يقدمها اش حتى النخب الوطني ممكن هذا الامر يتعدى النخب الوطني نحن نحن هناك تصريح هناك تصريح في الوان تيفي جاز نبيل نغيز مدرب مساعدة وجهله تاهية واحد الناس العزيزة عالية كثير تصريح بعد دورة مارس قال سنستدعي اللاعبين الذين يكونوا أكثر جاهزين في الفترة التي يكون فيها المتخب الوطني الجزائري بوداوي بوداوي من إصابة نعم بوداوي قندوسي عم ورالي بن رحمة مقارنة بأسماء أخرى تتواجد في أفضل مستويتها هنا نخرجهم العقليات سيكون أفضل جاهزية قال نتعامل مع بعض اللاعبين اللي والمول الفلسفة لي لكي يكون تباس كل الكلام هذا يأتي نهار ويعود يدورها لك لكي يفوزه وازر الليموم مليح مليح لكي يأتي هذا النهار لكي لا تخبه وراء الجاهزية ومالجاهزية طبعا تكلمنا المدرب الهاشمي غويلام تكلمت لي على غياب أيضا بلومي اللي ربما كان مفاجأة كبيرة غياب بلومي شفنا تألقه مع فريق هال سيتي في شامبلونشيب ربما هو فضل أسماء أخرى فضل مثلا محرز الذي لا يتواجد في قمة مستواه مع الأهل السعودي وكان انتقادات كثيرة على رياض محرز فضلوا أيضا على بو عناني لعب نيس الفرنسي وفضلوا أيضا ربما نقدر نقوله على عمورة اللي ممكن يلعب هذا كل مده نظن عدم استدعاء باللومي تبقى علمت استفاهم كبيرة لعلش أنا نقول لك العام الماضي في البطولة البرتغالية وين برز وين نقدم مستوية حتى كما نقولوا فرديا كما نأخذوه هكذا بدون كما نقولوا في المقابلات فرديا اللعاب عنده مستوى عنده كما نقولوا عنده سرعة عنده سرعة انفجارية شفناه آخر وين شجي الهدفين وين من قبل اللعاب نظن باللي يستهل عنده المكانة شاب صغير مدام نشوف أنا مازا لأول مرة شاب حتى باللومي عنده من حقه يلعب 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 البطولة الانجليزية نظن باللي أنا ليا تبقى علمت استفاهم عدم استدعاء باللومي إذا كانت هناك من تمنىش تكون فيها خلفية وإذا كانت فيها خلفية ما نظنش بالله إذا ستخدم الكورة الجزائرية طارق متشوفش أنه كان خلفية عدم استدعاء باللومي بسبب أبي هالخضر باللومي محبش نحضرها فوسكو عندك كان هناك خلفية ولكن تحدده دوكتيقنية بش نتخبه وراء بعناني محرج حاج موسى وبنزية كان يلعب في الرواق الايمن هذي رقم واحد قوير يلعب كجنح ايصر ويلعب فونسيف بنراح معا مورا حاج موسى بكنا نحضره مازا مازا يلعب في الفارق يلعب كونديس في البوصل يلعب فيه فارس شايبي من المتألق حاليا في البوطولات لا احيان مازا يلعب كجنح ايصر انت باع شمبينات حتى شايبي يلعب نافيدمي يلعب نافيدمي يلعب نافيدمي يلعب نافيدمي يلعب كوتيقوش نحكي المنصب الاصلي يدخل لعبين التركيبة على الفارق يلعب من اردجه سيطاني ماتور نقول لك هنا حاج موسى تواجده في كل تربوسات المنتخب الوطني الجزائري وما يشارك وما يشارك كما نحيت ماندريا كان من الأجدر تمنح فرصة أخرى لواء لاعب رامة واهج الآن لا نستطيع أن نقوم بالسوشيال لأنه يتواجد محرز لا يتواجد في المنتخب الوطني الجزائري ومهما يكون المستوى ومهما يكون المستوى والاسم التاح وما قدمه بن رحمة ورياضة محرز وحاج موسى بدرجة أقل لأنه في المنصب عندما تريد لعب في المنصب ترى الاستراتيستيك لما يقدمه ونخيير الأفضل في هذه الفترة الأفضل في هذه الفترة يقول أنه هناك بشر بلومي وهناك بدر الدين بوعناني لو يقدم في مستوى مميزة محرز حتى في الدور السعودي وأصبح تطاله انتقادات ونشوفنا لو بواتعو ونحبوه كلاعب أحد أفضل لاعبين في العشرية الأخيرة ولكن حتى لو بواتعو لا يليق بقيمة لاعب بحجم رياض محرز لاعب في سيتي أنت تكلمت على مازا بيتكوفيتش اليوم قال في الندوة الصحفية بأن مازا لاعب شاب وهو مستقبل التشكيل الوطني ربما نظرة بيتكوفيتش لهذا اللاعب تختلف عن نظرة مدرب أو متابع وهو راح يشوف فيه راح يبني عليه مستقبل فريق الوطني كنا قادرين نبني عن مستقبل ميشاير أوليس في فترة من الفترات ولا أكليش لاعب لتعام موناكو لا نتكلم على اللاعبين المتواجدين وليغيروا الجنسية البعد ديالي وانا حاب نلحق كنا قادرين نديروها في وقت سابق مع ميشاير أوليس وكلش تعال لعب موناكولي اذا تفكيرها في المستقبل اخويا كاي اللعبين 18 سنة 19 سنة بقى عندهم البوتونسيال اخرهم اي تعمر يروا يلعب في بن عمر او اي تعمر لعب في باير ميونيخ ما تعلن لكن اي تعمر لا يتوجد التشكيل الاساسي لباير ميونيخ حبينا المستقبل سيد بوفاري لكن مازا هو الان لعب رقم عشرة يلعب يعني جميع المقابلة تقريبا كاساسي اعطيني احصائيات احصائيات الهجوم يا كاس عن الالعب اختارك باش ندخلوه نزيدو نربطوها احنا يا صوهير نعم نظن مازا ما شفناش باش نبنيه مازا ما نقولو يبنيه عندما نراه نشوفوه في اللعب ويدير يقدم احنا ما نقولوش ما نقشوش من قيمة يلعب في بيرلين كما تكلمنا على بلومي بلومي شفناه وزيد مازا ما شفناش باش نقولو راح يبنيه عندما يبرز يجي يلعب يبرز تقدر تماتو بعد يكون هناك مدخلة الحوار كيف شركح تبنيه اذا صح تبنيه لا هي مش باش يبني هي ربما كانت رسالة مشفرة في اه يعني من اجل ربط اللاعب المنتخب الوطني وحمايته انه ما ينضمش مستقبلا الى منتخب المانيا نفس الشيء كما درناه مع ابن ناصر نفس الشيء كما درناه مع عديد من اللاعبين يعني هو برر برر استدعاء مازا من الانفاس ايضا المنتخب الوطني الجزائري في نضغط في فا كان دو متش نديره مباراة باش ننربطه بها ليجون مباراة نلعبها كرة قادة لا هو ارى وشوف انه كان منتخب الوطني الجزائري ما كاش لصيا في المنتخب اللي يتقلق فارشايبي يلعب في انتراكت فرانكفورت هناك لعبين يلعبون في اعلى مستويت ويقدمون مستويت مميزة نجيب اللي حاضر واكتر جاهزي يلعب في المنتخب مازا خفت الربطه هنا مازا إلا كانت لهم النية والحب بلونفي كنا نحكو على لونفي مقبلا وشيخ إلا كانت عنده الرغبة في لاعب المنتخب الوطني الجزائري والله يلعب يلعب في المنتخب نكلموا على الخط الخط في الهجوم ولكن قبل ذلك راح نتكلم على لاعبين كبنجح بنجح دائما شفناه في المقابلة الماضية لم يكن بنجح الذي نعرفه في المنتخب الوطني الجزائري ولكن دائما تكون عنده الفرصة خاصة من بيتكوفيتش نظن في في المنسب هذا ما كان لعبين كثير اللي طلب هجوم كيما نقوله صاريح يلعب في العمق نظن عنده صحة كيما نقوله لعب زاف مباريات وضيع من الإمكانيات اللي كانوا عنده نظن المستوى اللي كان يبعد في القاطر ما سمحلوش باش يزيد الطور يزيد كيما نقوله حنا ستاقنا مازاش مازاش بونجح وشفنا بونجح نظن أمور ما نقوله ما نقدرش نفيري فيها ولكن من ناحية كيما نقوله الكلام الزائد ما يكونش في نرفازة دائما كل اللقطة إلا وتشوف كيما نقوله اليد داع وتشالي ما شي أنا هذا ما تساعد اللعب تنقص أول تنقص له من التركيس كي نقوله تنقص من التركيس وتنقص من الرغبة ومن الدافع ينقص حتى من الطاقة أن يكون حتى من الناحية النفسية يتأثر يتأثر لأنه باش توصل لمرحلة كيما نقوله الاتقان مازال مرحلة الإبداع لأن المرحلة الإبدال لازم لك التطبيق لازم لك طبق الأمور كما نقوله ثم يبدع تحام لأنه ما زال ما تطبقش أمور ما تقتلش توصل مرة حك إبداع وخورة القادمة تكلمنا مقبل مع طارق هي كلها أحاسيس أنا كلعاب أحاسيس شعور بيني باللعاب دير حركة لأخ صوايب حركة نشوف حركة من المدرب ولا حركة من الزميل ما الأخر ما تعجبش تقدر تريبك لأنها أحاسيس كما نقوله إحنا اللعاب كيدخل يمد كل طاقوش عندهم طاقة حتى إذا اللعاب كان كما نقوله إحنا شفنا آخر مرة نعودنا نرفضون نعودنا نخلي واق تكلمنا على تبتي نسجا تكلم على تبتي شفت هذه كلاقباس هي هذك استعمل كما نقوله استعمل المهارة المناسبة في الوقت والزمل المناسبين نعم هاي المهارة في قرط القادمة ندام تكلمنا المنافسة استعمل هذه المهارة استعملها في الوقت لو يفو فر أفهم من كلامك أن بونجح ذهب ضحية أولا بقاء في قطر لم يتطور مستواه وثانيا ضحية تكوينه من الناحية النفسية من الناحية النفسية لم يتلقى حتى نشوفه عندما يغيره نشوفه في حركات عدم الريضة نعم وهنا ما تتقبلهاش أنه لعبة جماعية حتى إذا توصل لهذه المرحلة الإطار ونخرج هنا يدخل طارق نرح نخمس معاه ونعطيله الطاقة الإيجابية لأنه مصرحة المصرحة تاع الجماعة مصرحة كورت قادم جزائرية هذا هو اللعاب الذي يرتقي أنه نقوله لعابين مستوية ألف هذا هو المهم في الفكورت قادم إذا وصلنا لهذه المرحلة نجي خارج نعطيك حاجة طارق ونعطيك صهيب نعم نشوفه كلما يشجلوا الأهداف لبطولة الأوروبية الكاميرا دائما تروح للبنك الإحتياج نعم نشوفهم قاعد يخرجوا ويفرحوا حلاش هذه الصورة بشوف كينا إحنا يا ساعة الصورة منها بالك مريح ما زلوا ما يخرج ما يفرح مع صاحبه كونتين الإيماركين نفرح لصاحبه إذا وصلنا لهذه الدرجة نحن نقوله حتى في الدين نحن عندنا الإطار نحب نحب الطارق إننا يلعب معايا ماذا بيان الطارق يدير أحسن حاجة ما لازمش عندنا أمور سلبية كثيرة وتكلمنا نقول نحن كنا مشاعر هذا كل ما يخلنا نظن بونجاح ما يقدرش يتطور ويروح يرفض المستوى كيما قلوه بدرجة الفوق ولهذا نشوف كيما قلوه لروند الموتاعو المرضو تتاعو دائما ما يكونش جيد هنا دائما ما يربط بونجاح بيوسف بليلي نتكلمه على يوسف بليلي وغيابه في القائمة يوسف بليلي كان صرح بعد إحدى المباراة مع التارجي قال راني يواجد وكل ما يعيطول راني هنا بيتكوفيش اليوم في الندوة الصحفية برر عدم استدعاء يوسف بليلي وقال أنه قال أنه مدى به يمنح الوقت أكثر لبليلي مع التارجي تعليقك على هذا الكلام لا نقدر نعلق لاعب أفضل لاعب في ربيطة أبطال في القياة وحد الآن نعم يلعب في تارجي تونسي لاعب برازيلي واسمه يانصاسي العملي فتقرب يرجعوها ل جاي يوسف بليلي يانصاسي أصبح في الدرجة الثانية مقارنة بيوسف متوجد في قمة الإمكانيات البدنية والدهنية والتقنية وكل شي أنا أعطيك واحد الموضوع عادل المنتخب الوطني الجزائري من ياسين براهيم ياسين براهيم نعم منحوه شارط القيادة نعم حضر في كل لقاءات كأساسي غاب في التاربس الماضي قال علل أنه للا يتوجد في ملعبش منافسة كان مصاب أصلا كان مصاب نعم ياسين براهيمي عادل المنافسة والمتخب يلعى في لبيريا عادل المنافسة نعم ويعتبر الآن أحد أفضل لاعبين في الدور القطري نعم لماذا معتش ياسين براهيم لا ياسين براهيمي برر أيضا بيتكوفيتش كان لا أنا نقول لك أنا ما قاله بيتكوفيتش اليوم في الندوة الصحفية قال أنه بالنسبة لأبراهيمي قال هو عاد قال المنافسة شارسة جدا في مركزه وقال أنه يعني عودته يا ناس يا ناس كابيتان ذي كيب عبك أنا كوحد الأمور أمام دكنا نوجه رسالة الزمالة الإعلامي اللي يرام يتواجدوا في الكنفرنس المدارات أوساء الإعلام الله يرحم والديكم ببعتوا صحفين أكفاء في الكنفرنس برس بيشعل الأقل يكونوا لكيشيون في لفل كابيتان ذي كيب حتى رياض محرز لا يتواجد في الفورمة بين ياسين براهيمي وبن رحمة وبن رحمة ملعبشت لقاءات عاد كومرون بلاصون في لقاء سجل هدف ولعب لقاء ضكين أومون تحتو تواجد رياض محرز يمنع من تواجد ياسين براهيمي والعكس صحيح نتحمل المسؤولية أي كلام مقولون تعال بقى بها صحيح لا لا عندك عندك كل الحرية في تقول متى شاء وفي ليلة ممكن ما عندهش منصب بين بن رحمة بن رحمة بن رحمة 87 اللقاء مع المنتخب الوطني الجزائري ممكن عنده أنسل ملعب بشوط واحد ري فيرونس ضد المنتخب سينيقالي هناك تلعاصمة ذاكر هذولين ذكرهم عاد الأهداف اللي سجل أخيرا مع المنتخب الوطني اللي كانت بمجهودات فردية بين الآخرين على غير العمورة ورياض محرس قاموا بمجهودات فردية وكمل فنش بين بن رحمة ويوسف بالليلي دوك هنا نشوف لجب كيف نفنسيو إذا حبينا المنتخب يرقى إلى قيمة المنتخبات الكبيرة يجب الاعتراف بالخطأ ونكونوا صراحة مع أنفسنا وليح دي القياس طبعا أنا رح نعود لك إلى نقطة قلتها بالنسبة لقضية الصحفيين الصحفي دوروا أنه يطرح السؤال هو طرح السؤال على ياسين إبراهيمي وحتى المدرب من حقه أنه يجيب ويعلل كما يجر لكن أنا الإجابة الصحفي قام أنا إعلامي صحيح إعلامي قام يعني بطرح السؤال حول إبراهيمي وبيتكوفيتش أجاب أجاب نعم الإجابة بالنسبة للقائد إبراهيمي كقائد أنا شخصيا طرحت السؤال على ياسين إبراهيمي في مقابلتين الوديتين سألت له سؤال على رياض محرز وقال محرز وقال هو الكابيتال قال محرز هو القائد وبالتالي إبراهيمي كان قائد بسبب غياب محرز أنا نتكلم على ما قال إبراهيمي في المنطقة المختلفة نعم 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 صحفية سيليكسيونر نشونال كمناك ممكن بسؤال الأول تكمل تكمل كونفرنس دوبرس تكمل تنشينيها هناك إجابة عن تساؤلات يا ناس اللي رمي يحضروا لكونفرنس دوبرس صحفيين رياضيين والصحفي الرياضي الذي لا يعرف بخبايا منتخب بلديه يخدم توريزم ويخدم تقافة مع كل احترام التي يكون الزمالة هناك أجوبة يجب من خلالها طرح أسئلة لفتح الملفات عن حق وحقيقة باش تغلق إلى يوم تغلق إلى الأبد باش المنتخب يافنسي ما نقعدوش نظروف الفيتوليتي الآن يجب إجابة صريحة من عند بيتكوفيتش حاول فرس شيبي حاول أمير سعي تجاب وعطاله خمسة خايغ جس بور العيون وماذا يفعل الصحفي من أجل أن بيتكوفيتش يقوم بإجابة صريحة تكون لديك الانتليجنس تخرج لرابنس لأن في بعض الأحيان لما المدرب يرفض الإجابة هي إجابة لسؤال طبعا المدرب هو حر يجيب كما يشاء هناك بعض الأسئلة التي تكون فيها الحيلة تجعل حتى لما ما يتجاوب شبيتكوفيتش هي إجابة منظم الأختار وقال حسب الأسئلة ما فيش فوق تنين أسئلة ما يخليش الصحفي لا سؤال واحد لا سؤال واحد ما تمكنك فيش تكميلها إلا إذا كانت هناك تربطها حتى مرتبط بالوقت بالوقت وقالها أنا سؤال هاي بو أنت و أنا نادج والناليس متواجدين في كونفيرنس أنا جو بوز لا كيشيون لو التصحفي يكون معايا بنفس المستوى وإنتا بنفس المستوى تحقيرها أتلك الكلب تخيرات أجوابها لانشان مو يجي وحده بالفعل أنا لا أستطيع أن نبوز 50 كيش يوم ممكن أنا لا أستطيع أن نبوز لنبوز يربطها يربطها ويكمل بها هناك العديد من الأمور تشوف المنتخب الوطني الجزائري أصبحت العديد من الأمور مشفارة في المنتخب الوطني الجزائري يفوض ياريخ 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 إلى هذه القائمة ما فيهاش الحقر أخو ما هذه القائمة ما شاء الله وإن شاء الله نرفضو بياك وإن نروحوا للمغرب نرفضوكو بدافريك في الأخصو يبطبقات كيما نقوله أشياء كيما نقوله مبهبة في الفارق الوطني وكيما نقوله نحوز هنا كيما نقولت أجوبة على كل ما يطرح وهذا من حق الجمهور الجزائري معرفة لأن فارق وطني ومتل الجزائر تأكل جزائريين من حق كيما نقوله بدون كيما نقوله تجرح وبدون آخر ولكن هذا هو إذا فيها كيما نقوله فيما يقص القادم إذا فيها إشياء إشياء اللي لازم تقال لازم تقال إبعاد إبعاد ما تدخلش كيما نقوله في الخطة تاعي ما تدخلش معايا في القروب تاعي الصراحة مليحة ما فيش حتى ما يفقاش الغموض سمح لي شيخ أنا ثاني جي باي يمي واحد في يوسف بالليلي أعطى الإجابة على أنه غير منضبط في فترة من الفتارات أعطيني حتى العاصمة كان مازل ما فيزتي معنتها هناك أوامر فوقية أو كلام فوقي أو بنفس المستوى كلام قيلة لهذا المدرب أنا متأكد أنه لا لكن هذا المدرب أنا متأكد أنا متأكد أنه فارس شيبي وأمير سعيود ليسوا بإمكانيتهم لم يبعدوا بسبب إمكانيتهم أو ما نصيبهم كما قالوا عليهم سيدي جون حاصم يابرس حتى أمير سعيود أوي أمير سعيود أمير سعيود بيتكوفيتش هو الواحد الذي يستدعاه في سنوات الأخيرة بيتكوفيتش هو الناخب الوطني الوحيد الذي يستدعاه في الأوين الأخيرة ممكن ما سيلاعب لا لعب لعب دقائق ولكنه الواحد الذي يستدعي إذن لماذا لا يستدعي بليلي ولا يلعني الموضوع أمور مبهامة صوهيب نعم نعم نارنا هنا باش نقشو بالضبط بالضبط نحن لم نبنى شوش كاين خلفية ولكن من حقنا أننا نساعد صحيب الفعل وهذا لا يمنع أنه قائمة موزونا إلى حد بعيد بالنظر للمنافس يعتبر منتخب الطوغو هنا في الجزائر وخارج الوطن وبهات التشكيلات تقدر سيدي جوار دو بوتونسي نحبو الانتقادات كانت هناك العديد من التأويلات والعديد من الانتقادات في القائمة السابقة أو حتى خلال تربص المنتخب الوطني هناك من مثلا اتهم مثلا رياض محرز أو عوار أو حتى بن ناصر قالوا أنه لم يصب وهو لحد الآن لم يلعب مع فريق ميلا بن ناصر بن ناصر إصابة بأينا بصحة لعبين آخرين دوك نحن لا نشوف خرجوا بسبب إصابة لعبوا بالجماعة مع الفريقهم عوار هدفوا ورياض محرز أسيس دوك 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 إذا نكذبوا عينينا دوك خلاص دوك نقولوا إيه طبعا نتكلم مع المدرب هشمي غويل مع خط هجوم المنتخب الوطني الجزائري عنده خيارة عديدة بيتخوفيش تكلمنا منذ الحظات على بونججح نتكلم أيضا على قويري وبنزية قويري وبنزية هذا الثنائيدي دائما ما يتقلق مع فلاديمير تيكون نضمن على قويري وبنزية شفنا بنزية نحن لعب الزوك الضغرة ولكن نظن في المنافسة كما نقول وين تكون قوية نظن مازال يبقى ورقة ربحة نظن عمورة وين رجع وين شفنا في آخر وين شفنا داروا مقابلة كبيرة فارقتها ضد فارق الباطل اللي خرج باير لبركوسون وين لعب ضد فارق قوي وقوي جدا نظن راهي كما نقول مباراة ومنافسة العمورة نظن راهي في أحسن رواق عمورة إن شاء الله يسترجع قاح القوة وليما لا نظن هو بو نجاح ويبقى يبقى بو عناني يبقى نظن أنا ما الخيار يبقى عوار من تحتهم ولكن في الهجوم نظن أنا عمورة بو نجاح وقويري بشي يجي تشوف الثلاثي الأمثل في الخط الأمني أنا شوف هدوما الثلاثين معهم كما نقول إذا لعب زوش مهاجمين يبقى عمورة وابون جاح أنا لي ثم يجي وقويري بنزيا يجي في المرتبة ويبقى وورقة ربحة شوفنا المرضو تدعو حتى نظن المناخب بيتكوبيتش راهوا كما نقول الورقة الكبيرة راه في عمورة وليم لا بورقة أخرى اللي هو بو نال إن شاء الله إن شاء الله عندك إضافة جيدة هاتر ختمه نريد هذا الهجوم لن نشوفه ممكن نحي اعتمد على تولتي اليون تولتي أولمبيك اليون عوار منزيا ويري عوار في المنصب من كلمة مهاجم مهمة من حباش لا لا يلعب قويري على الجال اليسر بنزيا كمهاجم على الجال اليمنى عوار يدخل كفلا بروفوندور ويدير لانيماصيون اوفونسيف أنا نشوف هاتر الولاتي وليح يقود اللقاء مع 4 في وسط الميدان و3 في الدفاع طبعا قبل نروح الفقرة الموالية كما عندك إضافة فيما يخص قائمة بيتكوفيت شو فيما يخص أيضا مبارتين لمستنوا المنتخب الوطني أمام طوق نظر المبارتين ما تكون قويين ضد منتخب طوق ونعرف كما نقول المستوى تعو نظر المقابلة الأولى راح تلعب هنا في الجزائر فريق الجزائري مطالب بيدونه كما نقول بالفوز حتى في مقابلة العودة في يوم 15 هو مطالب أقل شي بلن التعادل لأن هؤلما الفرق المنتخبات القوية اللي طامحة وعندها أسمها وتطمح بيش تروح المونديال ونظر بيش تروح بيش تفوز ما فيش أي إشكالية نظر هذا هو الهدف الليبلاني والهدف كما نقول المرسوم الفوز وإلا الفوز حتى كما نقول يتفرغ لأمور أخرى مخططة معه ومع الانتحاد إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان فاصل قصير وبعدها